وينضم إلينا مبيروت الخبير في تقنية المعلومات أيمن عيتاني أيمن أهلا بك ضيفا كريما على سكاينيوز عربية والشي اشتقنا لك تاني شيء هل ممكن أن يأتي هذا اليوم نرى فيه منصات التواصل الاجتماعي أيا كانت قبل ما ندخل بتفاصيل فيسبوك عم تطلب مصاري من المشتركين صباح الخير هلأ نحن بس نحكي فيسبوك أم نحكي عائلة فيسبوك اللي هنا فيسبوك وإنستجرام وواتس أب اللي هي عائلة كبيرة ونحن كلنا مستخدمة يعني كل شيء نستخدمه عائلتنا عائلتنا كلنا موجودة بتكون فيها مازبوط وهلأ هلأ 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 نحكي كفيسبوك مردودة اليوم كيف قبل ما نحكي على الاشتركات الشهرية اللي عم ينحكي فيها اليوم مردودة من الداعيات لأنه عندها بيانات مفصلة كتير عنها نحن فيسبوك عم تقدر أن تأخذ مصاري من مؤسسات حبة تعمل دعاية معينة مثلا بيعرفوا أنه ننسي عندها بنتا ياسمينة عورة تحكي 5 سيسين فبيوصل لها دعاية معينة اللي هي لا هذا العمور حتى يحمسوا ننسي أنه تشتري هذا الموضوع في هذا الموضوع بيعرفوا أنه هاني بيهموا الرياضة وكل يوم بروحوا ومش يقفوا فموضيعي اللي خاصة بالرياضة أنت تعرفنا عشر من فيسبوك شكلك وإن الخصوصية يعني فإذا أنا بعرف فيسبوك بتعرف كثير كثير أكثر من هيك من شان هيك هؤلاء الدعايات هؤلاء المؤسسات بهم أنه توصل لأشخاص مثلكون ومسعدين يدفعوا عليهم مصاري من شان هيك كمردود فيسبوك اللي عم يكون عندها عم يكون عندهم صافي أرباحهم كل ثلاثة شهور فوق ثلاثة مليارات صافي صافي الأرباح بعض المعاشات طيب شو بعد بدأ فيسبوك يا أيمن أكثر من هيك يعني اليوم واضح أنه في تراجع باستخدام إذا بنتحدث عن فيسبوك مش عن إنستجرام واتساب تراجع كبير في الاستخدام يعني نحن بنعرف من حالنا يمكن ما بقى نستخدمه مثل قبل الجيل القديم يمكن بيستخدمه أكبر ألا يمكن أن تعتبر هذا الخطوة انتحار إذا ما تمت من قبل فيسبوك هلأ حتى لو في شوي عم بيخف الاستعمال تبع فيسبوك الفيسبوك اللي بنعرفه كأزرق تطبيق الأزرق بنستعمله عم بيكون في ناس أكتر هم تستعمل إنستجرام وواتس أب الجميع عليه يعني من الجايبي للجايبي مثل ما بيقولوا وبتلاقي مثلا يعني إنستجرام هني هني شتروا إنستجرام من كذا سنة لورا بقيمة 700 مليون دولار طلعوا وحقه كذا مرة زيادة لقدام يعني فهني عم يعرفوا وين الناس عم بتروح وعم بيقدروا يسبقوا عليها هلأ الاشتراكات الشهرية بفيسبوك يمكن تجي بس مش لاستخدامه يوميا يعني حدلنا نستعملوك يوميا ونحط صور ونشوف غيرنا شو عم بيعملو كل شي يمكن تجي على صعيد هني عندهم شي اسمه فيسبوك واتش يلي هو منشان الفيديوهات معينة فإذا بيكون في اشتراك شهري لا إذا الناس حب تشوف هالأنواع الفيديو الموجودة من ثلاثة يام أطلقوا شي اسمه فيسبوك دايتينج اسم من فيسبوك للتعارف هيدا كمان أكيد لقدام سيكون في شي نوع من إذا واحد بدي أيمن بطريقة ما هذا مش بنلسل لفيسبوك استراتيجية غير منطقية بعض الشيء لأنه أنت بهذه طريقة تضيق الجمهور عم نحكي عن الناس اللي مش قادرة تدفع بالمرتبة الأولى وعننا أطفال ربما أو عنا ناس ما بتدخل أموال فبالتالي أنت اليوم عم تحرم شريحة كبيرة من الناس أن تستخدم بعض الخيارات اللي عم بتحط هذه الشركة العملاقة هلا هو فيسبوك حدل بلاش وإنستغرام حدل بلاش وواتس أب بس إذا فيه خصائص معينة زيادة يمكن تكون هذه المصاري وكمان هني من جهة فيسبوك حتى لو في عدد هني عددهم يعني فوق المرياض يعني كذا مليار شخص بيستعمل فيسبوك فلو قسم صغير دفع لو عشرين مليون تلتين مليون هول اشتركات حلوية منزلة بالشهر يعني منهم غلط أبدا بس يعني 95% من الاستعمال تبع فيسبوك وإنستغرام وواتس أب بدل بلاش بس فيه خصائص معينة مثل فيديوهات يعني فيسبوك واتش يعني شيء واحد يفتح فيديوهات أو للتعارف هول بيكون فيانيون مصاري زيادة بس لما نعرفه نحن نستعنو اليوم هيدا حدل بلاش إلا مصلحة فيسبوك عم تطلع مصاري كتير منها يعني يمكن مثل غيره من التطبيقات مش تبع تواصل الشيماعي إذا بدك خصائص معينة لابد من أنه تدفع مبلغ مقابلها اليوم عم نشوف يمكن بروز تيك توك منصة جديدة كمان مجانية أخذت حصة كبيرة من السوق هل تتوقع أنه تغير بيئة المعادلة وأنه تتمكن بالمستقبل أنه تتفوق على فيسبوك أم أنه فيسبوك بالصدارة وباقي ويتمدد كمان سؤالك ننسي محله لأنه تيك توك اليوم عم يلعب دور مهم بك عم تشتري فيسبوك أصلا أول ما كان عم يباري مع فيسبوك يعني ما أنه بعيد لأنه إذا كفوا تيك توك مثل ما هني شغالين فيه اليوم وبس للناس تعرف تيك توك هو هلأ اليوم عم يكون منصة لناس عم تشارك فيديوهات بين بعضها وعم يكون فئة عمرية صغيرة بس منذكر بعد أنه إنستجرام وفيسبوك بلش كمان فئة عمرية صغيرة أنا مستشار بالأعلام الاجتماعي لما كنت أحكي مع مؤسسات كبيرة وحكيهم يطلعوا فيه لأيمن ليه عم تحكيني بفيسبوك بهذا أولادي بيلعبوا فيه فهيك هم يحقوا عن تيك توك هلأ أنه هو لصغار بس كله بلش هك إذا تيك توك ضل مثل اليوم عم يتطور ويتحسن لقدام يمكن يباري إنستجرام ويكون فيه يا فيسبوك أو غير مؤسسات معقول يكون يشتروه نعم طيب أيمن اليوم يعني إذا بنرجع شفيتا نحكي عن موضوع فيسبوك أليس حريا بفيسبوك اليوم أنه تضبط موضوع الخصوصية والفضائح اللي عم نسمع بشكل يومي عن هذه الشركة قبل ما تطرح فكرة يعني الاشتراكات ربما لأنه يعني كل شهر شهرين عم يكون يأما في انقطاع للبث بالنسبة لفيسبوك مواضيع عن الخصوصية عن استخدام بيانات المستخدمين وهل هذه الاشتراكات هي يمكن حل الخصوصية أنه بتقدر الشركة تطلع مصاري من الاشتراكات بدلا من أنه تقدم هذه المعلومات أو تبيعها لطرف ثالث هلأ نحن كبياناتنا الشخصية نحن عم نغزي موقع فيسبوك أنا بس حط معلومات عن وين عم بروح وين عم بيجي مع مين عم تكونوا هيك أنا عم بغزي فيسبوك فيسبوك ما عم يخدم من بلا ما أعرف هلأ هالبيانات عم بيخزنا فيسبوك وصار في كذا مشكلة مثل ما تفضلتوا تقولوا أنه صارت قبل على كذا سنة والاشتراكات ما أنه حلق إليها مش أنه هن وقفين إذا ما اشتركتوا أنا ما بيحمي لكم خصوصيتكم هن عندهم اتجاه سنلون بآخر سنة خاصة من كذا مشكلة صارت عندهم عدد كبير ومتزايد من الموظفين يلي عم بيهتموا بهالموضوع اللي يحسنوا كل هالمواضيع بس ما نخلي بالنا فيسبوك عم رأي فوق العشر سنين والموضوع الخصوصي الفرق أنه تخسر الخصوصية عم رأي سنة سنة وشوية الأمريكية الأخيرة الرئاسية شكرا لك الخبير في تقنيات المعلومات أيمن عيتاني شكرا جزيلا لك عفوا لا ضيق الوقت كنت معنا مباشرة من بيروت وانهارك سعيد